السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سأجيبكم على أبرز الأسئلة التي تتكرر والتي لا زال العديد يجدوا لبسا فيها فهناك السؤال الأول أيهم أفضل ربط حسابي في أمازون كدبي مع بنك محلي أم مع بايونير وكذلك كيف ومتى سأتوصل بالأرباح الخاصة بي فبالنسبة لربط الحساب مع بنك محلي كسياش بنك أو تجاري بنك بالنسبة للمغرب أو البنوك المحلية بالنسبة للدول العربية الأخرى فهناك مشاكل عديدة ستواجهكم إخواني ومن أبرز هذه المشاكل هو أن أمازون تفرض عليك تحقيق مبلغ 100 دولار في كل ماركت بليس يعني في كل سوق على حدة فمثلا إن كانت أرباحك في السوق الأمريكي 70 دولار وفي السوق البريطاني 30 دولار فلن تتوصل بأي مبلغ لأن الشرط لم يتحقق فهنا أمازون رغم أن المبلغ في المجموع هو 100 دولار إلا أنك لم تحقق 100 دولار في كل سوق وهذا للأسف شرط صعب خصوصا بالنسبة للمبتدئين والعديد منه يحبط قبل أن يصل لهذا المبلغ وبالتالي لا يكمل في المجال لأنه يبدو له بأن الأمر صعب جدا أما إن كان حسابك في أمازون كيب دي بي مربوط مع بايونير فلن تواجه أي مشكل فستتوصل بمدفعاتك حتى لو كانت 7.5 دولار أما بالنسبة لكيف سأتوصل بالأرباح فأنت لا تقوم بأي شيء فبايونير عندما تربطها مع عسابك في أمازون كيب دي بي فهم يرسلون لك المال دون أن تطلب منهم ذلك ثم السؤال الأخير والذي استعصى على العديد من الإخوة هو متى أتوصل بالأرباح الخاصة به فسأقوم بشرح هذا الإشكال في هذا الرسم التبياني حتى تتضح لكم الفكرة فمثلا لدينا هنا يناير فبراير مارس أبريل فأي أرباح قمت بالتحصل عليها في يناير فلن أتحصل عليها إلا بعد مرور شهرين فمثلا أدتني مبيع في التاسع من يناير وكذلك في العشرين من يناير فهنا لن أتحصل على شيء حتى ينتهي شهر فبراير وكذلك شهر مارس وسأتحصل عليها تقريبا في التاسع والعشرون من مارس أو التلاتون من مارس كأقصى تقدير لهذا فهناك من الإخوة يتحصلون على مبيعات ويمر شهر أو شهر ونصف ولا يتوصلون بأي مبلغ فيعتقدون أن هناك مشكل في أمازون أو في طريقة الدفع الخاصة بهم لكن هذا طبيعي إخواني فما عليكم سوى الصبر شهرين لتتوصلوا بمبيعاتكم كاملة إخواني إذن إخواني قبل أن أنهي هذا الفيديو فأولا مبروك عليكم هذه الأيام المباركة وعيد مبارك سعيد وكالعادة ومبادرة مني ومن قناة السفهم عام فانتظروني إخواني في هدية جديدة سوف تعجب جميع المتابعين الأوفياء وستتحصلون عليها مجانا إخواني لذلك انتظروني إما في الفيديو القادم أو في الفيديو الذي سأرفعه قبل يوم العيد إن شاء الله إذن تابعونا إخواني وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم هذه الفيديوهات أول بأول ودمتم في رعاية الله